للسنة الخامسة ومزارع محافظة حجة يخسرون الجزء الأكبر من محاصيلهم الزراعية مساحات شاسعة في مناطق تحظى بعدد كبير من هذه المحاصيل توقفت عملية تصديرها إلى مناطق مجاورة في ذات المحافظة نهيك عن وصولها إلى محافظات أخرى نضج معظم محصول البطيخ ثم تلف في حقول المدن المحاصرة من قبل ميليشي الحوثي بمحافظة حجة لا يستطيع المزارعون الوصول عبر الطرق المؤدية إلى الأسواق المجاورة لبيع محاصيلهم الحبحة موجودة بكثرة والله زادنا 10 ألف الذين مجدل في الزهب مرتفع منه كانوا راح كله خرب كله خرب قدام أينا وإحنا في حسار ما في شأن لنا لا أي منفذ يعني تصدر البضاء حقنا وشوفها قدام أينا كل هالمحاصيل حقنا من الحبحة من غيره ومن غيره كانها موجودة في البلاد لكن الحبحة أنه يخرب ألي طول خرب كله أنا ما جنع طاب راح نفذ الحال ما طاب راح نفذ فين وين رحبوا تعيش أكثر من أربعة ألاف أسرة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة نزوح المتواصل والسمرار المعارك الدائرة بين قوات الجيش وميليشي الحوثي منذ أكثر من خمسة عوام عدم توفر الغذاء دفع أسرا كثيرة إلى الاكتفاء بوجبة واحدة يوميا ما أدى إلى تزاود حالات سوء التغذية المجاعة دفعت الأمم المتحدة إلى القول أن الصراع في اليمن تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وبحسب المركز الوطني للمعلومات تعد الزراعة في حجة الواقعة على الحدود السعودية من الأنشطة الرئيسية للسكان ومصدر دخلهم الأساسي يعني كان صدري كان لحظ حظ من بيئة بـ 15 مليون بـ 20 مليون يعني الأسواق مفتحة والحمد لله يعني كان كل شيء يعني موجود متوفر لعلاجات مبيدات يعني الآن من بعد الحرب يعني لا يعني فيه أسواق مقلقة لا فيه تجار يشترون لا فيه مبيدات تسدير يعني الآن يعني أخر لحظ حظ حقك وانت يعني الشغل لا فيه مبيدات ولا فيه أسواق ولا فيه أي حاجة الآن يعني الوضع يعني من الدهور يعني والله أنا ما معني لا أسواق ولا تسدير ولا تجار يشترون مننا ولا مسؤول يحظ حظ حقكنا خير في معلو يبدو أن معاناة المزارعين لن تنتهي في ظل الغياب التام للجاهة الرسمية والمنظمات الإنسانية المعنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر